شدد رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي على ضرورة التمسك بمحددات التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الفين ومائتين وستة عشر وصولا إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات الشعب اليمني جاء ذلك خلال ترأس الرئيس هادي اليوم اجتماعا لهيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وأكد رئيس الجمهورية على أهمية هذا اللقاء للوقوف على مجمل التطورات في الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة واستعرض الرئيس هادي خلال الاجتماع مجمل التطورات التي تشهدها البلد بأوجهها ومساراتها المختلفة لافتا إلى الجهود الحميدة التي بذلتها وتبذلها على الدوام المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء معالم السلام في اليمن عبر جهودها المضاعفة ميدانيا وسياسيا ودعما تنمويا وقال رئيس الجمهورية إن مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعايتها الكريمة ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع وإنهاء التمرد ولملمة الجهود وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها ومن ذلك الميليشيات الحوثية هذا وقدم نائب رئيس الجمهورية تقريرا موجزا لاجتماع الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية لخص فيه محادثات الفترة المنصرمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأشهد الفريق علي محسن إلى الجهود الحميدة التي بذلت للتوصل إلى مسودة اتفاق الرياض والتي أكدت حرص الجميع وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها ودعم الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصر هادي وتأكيده على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 ومقررات مؤتمر الرياض